أميرة كيف أستطيع أن أجعل طفلي ينتبه لكلامه جميل ما يركز معه الآن نحن لو نريد أن ننتبه لبعض أكيد سنحتاج لماذا مقومات لهذا الانتباه صح صحيح الآن لو أن الكلام الذي نقوله للطفل ليس محبوبا هل سيتنبه له الطفل لا لن يتلبه له لذلك نحتاج أن نستخدم الأسليب التي اللي هو في الحوار اللفظي اللفظي وحتى في لغة الجسد لغة الجسد التربيب على الكتف القرب إلى آخر هذه بحد ذاتها ماذا ستعطي للطفل الشهية صح للانتباه واضح لكن الخشونة في الكلام والقسوة ماذا سيكون نتيجتها نفور ولا لا الله عزيزي قال في حق نبيه ماذا قال وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَرِيضًا لَقَلْبِيْهِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ واضح للا قضييا هذه نقطة شيء الثاني أن يكون الإنسان نفسه محبوبا ولذلك كل ما كنا إذا كان أطفالنا هؤلاء يحبونا من خلال حياتنا من قربنا معهم والود فبما رحمة من الله لنت له واضح فكنا ليينين وددين معهم هل سينتبهون لكلامنا أم لا؟ سينتبهون واضح؟ شيء الثالث لا نكون مبالغين أستاذ الكريم يعني الطفل طبيعي جدا أنه ماذا؟ ينصر في ليش؟ إلى ملهيات ملهيات وشغينات نعم فما هو صحيح أن الطفل الجيد هو الطفل الذي ساكت وصامت ومنصع إليك الطفل إذا لم يتحرك إذا لم يكون عنده شيء من الأخذ والعطاء طبيعي وإذا لم يقوم يجلس وإذا لم يقاطع يعني هو يتربى الرسول شاف هذا الطفل يده طاشت في الصحفة طيب هذا الطفل صح؟ صح أو لا؟ صح أو لا؟ حصل التوجيه فلذلك وجوده طبيعي لكن عدم توجيهنا هو إيش؟ هو الخطأ هو الخطأ غير الطبيعي طيب لما أنا أربط هذا التنبيه بشيء يحبه من؟ الطفل الطفل اللي هو استخدم إيش؟ المحززات المحززات يعني شوف أنا أقول كلام الآن قصة يا ولدي وأبأس السؤال إذا جوابت أو عدت لي القصة باختصار وقصة قصيرة سأعطيك مكافأة أو سأضع نجمة ضمن النجمات إذا كان في جداول النجوم وتستخدمها لأسرة بالله عليك ينتبه للطفل أو لا؟ أخي سينتبه صورة مهمة جداً من القضايا المهمة الحقيقة اللي هي البيئة عيش الحوارية ما هي علاقة البيئة الحوارية السادة نور بموضوع الانتباه؟ يعني غالباً الملل والتشتت حتى عند الكبار فكيف عند الطفل؟ إذا كان من مصدر إيش؟ واحد واحد الطفل يمين للعب وذلك يأتي ما يتسمى بالألعاب التعليمية الألعاب التربوية جميل عرف كيف؟ فهو يلعب يسمع القصة وهو يلعب يعني يأخذ يعطي معي فهو مستمتع يعني مستمتع من خلال اللعب جميل لعل هذه تكون أيضاً من الأشياء المساعدة على هذا الجانب لعنى فهو مستمتع